قاعدة لا ضرر ولا ضرار فروعها مبثوثة في الشريعة وأدلتها قطعية مبثوثة في الشريعة فمثلا الرخص ورفع الحرج عن المريض وعن المسافر وعن الصغير وعن غير المستطيع وغير ذلك عباحة المحضورات عند الاضطرار إلا ما ضررتم إليه فمن ضر غير باغ ولا عادم فإن ربك غفور رحيم إلى آخر ذلك كل هذه المسائل والجزئيات هي سند لهذه القاعدة وهي جزئيات من جزئياتها وفروع من فروعها وهذه القاعدة أصولية وفقهية تبنى عليها الأحكام وتستنبط منها وتستخرج على ضوئها أحكام النوازل وأحكام المستجدات ومن ما يتعلق بهذه النازلة ويستند إلى هذه القاعدة من الإجراءات يمكن أن تكون حتى الإجراءات الأسرية وبعض مسائل الأحوال الشخصية وبعض المعاملات المالية وبعض التعاملات الإدارية وغير ذلك والاقتصادية وغير ذلك كلها تستند في أحكامها وفي النظر إليها إما إيجابا وإما سلبا إما تعليقا جزئيا وإما رفعا جزئيا ونحو ذلك كلها تستند إلى هذه القاعدة وترتبط بها أعني قاعدة لا ضرر ولا ضرار فهي قاعدة كلية عظيمة تتفرع عليها قواعد كثيرة قواعد رفع الحرج وقواعد الضرر وقواعد المشقة تجلب التيسير وقواعد المصلحة والترجيحات كلها تستند وترتبط بهذه القاعدة وتستند إليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر